طبعا فيما يتعلق أيضا بموضوع بيت إدارة المال هناك توجه أيضا لعملية اندماج ونحن على قناعة كبيرة بأن الاندماجات مع البنوك المحلية الأخرى رح تقوي البنوك ونشكر أيضا في هذه المناسبة حب أبين دعم وتفهم وحسن توجيه مصرف البحرين المركزي في هذا الأمار وحرصهم على تكوين الكيانات القوية في مملكة البحرين بيت التمويل الكويتي أحب أبين بيت التمويل الكويتي البحرين تم تعينه كالمستشار للصفقة والآن تم قطع شغط كبير أيضا فيما يتعلق بعملية تعين المستشارين المستشارين الماليين المستشار القانونيين فيما يتعلق بإجراءات التقييم والمراجعة والفحص فيوجد هناك تفهم ويوجد فيه هناك حماس من قبل الأطراف المعنية وأمانا تم استبشرين خير بأن إن شاء الله الفترة القادمة رح تكون إن شاء الله فترة خير وبركة على البنوك اللي رح إن شاء الله تندمج ويكون فيه هناك تناقم وتجانس على مستوى مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية ويجب أن يكون الاندماج ليس لفقط الاندماج يجب أن يكون فيه هناك نفس ما ذكرت يجب أن المؤسسات والبنوك تكمل بعضها بعض فيجب أن يكون فيه هناك عملية دراسة دقيقة ومتريثة يعني أنت ما تبي تخلق اندماجات وأيضا تخلق مشاكل فيما بعد يجب أن تكون المقاومات النجاح تكون موجودة وهل هذه المقاومات موجودة في هذه الثلاثة كينات وأيضا كم؟ متى من الممكن أن توقع عن تهاية الصفقة ولم تجبني أيضا سيد خالد على حجم الأصول التي من الممكن أن تدار من هذه البنوك؟ حجم الأصول فيما يقارب بين الـ 450 و 500 مليون دولار أمريكي اللي هو حجم أصول هذه الثلاثة المؤسسات وأيضا رأس المال يقارب هذا الحجم فيما يتعلق بالوقت المتوقع للاستكمال الصفقة التوقع راح تستقرق خلال ستة شهور من الآن للاستكمال أيضا هل هناك تساوي في وصول الثلاثة بنوك؟ ستكون هناك غلبة لأحد هذه البنوك الأجري أعتقد ثلاثة بنوك المؤمل إن شاء الله اندماجها راح تكون متقاربة فيما يتعلق برأس المال وحجم الأصول